أستاذ محمد هيدافع بشكل كويس ويلعب على هجمة مرتدة نادي زمالك هيخسر إذن الفريق مفكك ولعيبة كويسة كأفراد لكن كفريق جماعي في مشاكل ومصايب في الملعب فأنا شايف أن نادي الزمالك جومز لحد دلوقتي لو مدرب مصري كان مسكه أو كابتن معتمل جمال كان كمل كان يبقى أفضل من جومز إلى أرعة ربع نهاية دورة الأبطال الأهل المصري وسيمبا التنزاني مازينبي والكنغولي وبترو أتريتكو لانجولي أسكبو موزة الإفواري والتراجي التونسي سانداونز لجنوب أفريقي وينج أفريقان التنزاني أرعة وفي حسن من كده للنادي الأهلي أرعة مميزة جدا للنادي الأهلي النادي الأهلي هو بطل أفريقيا يلعب أي فريق مش فريق معاه بس لما تلعب سيمبا تبقى أحلى وأحلى لأنه طبعا تعرف ما تشط مازينبي في مازينبي دي ما تشط صعبة جدا سانداونز نفس القصة بيترو أتريتكو برضو فرقة كويسة كده الأهلي مش هصطدم بسانداونز ولا التراجي هو لعب مازينبي نادي الأهلي مازينبي يا بيترو أتريتكو أعتقد مازينبي والنادي الأهلي يلو لعب مازينبي هيبقى موتش صعب جدا أصعب من سانداونز كمان خد بالك من النوطة دي لأن الرئيس نادي ولو وصل لنهائي في القهيرة دائما ببارات العودة كلها في القهيرة ودي اعتبقى مصلحة جميلة جدا أنا أصدي كده الأهلي مازينبي التنزاني يصبح كونغولي بيترو أتريتكو أسيك موموزل إفواري التراجي التونسي سانداونز الأفريقي مين في النهاء عشان ننقل على نادي الأهلي نادي الأهلي حالته السنة دي كلاعبين يخد يخدها مني الآن الآن نادي الأهلي ما كانش كده السنة اللي فاتت كان كولر على الأهل الفريق منظم دفاعيا منظم هجوميا على الأهل كان بيعمل العادي كان بيعمل الطبيعي النهاردة كلها ما بيعملش الطبيعي خد بالك اللي كان نتائج كرة ربع نهائي أنا أسفر دور بأطعك معلش سواء ده نادي الأفريقية زمالك المصري مدن فيوتشر أبو اسليم الليبي نهد البركان المغربي ريفلز يونيتد النجيري اتحاد العاصمة الجزائري الملعب المالي ودريمز الغاني ولو نادي الزمالك ما خدش كونفدرالية ما أحترام الفيوتشر أو نهد البركان أو أبو اسليم أو الوهندية اللي موجودة دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة جدا للعيبة دي اللعيبة دي جاية صفقات أسامي فقط على أرض الواقع المدير الفني هو اللي صالمهم فبالتالي لعبة نادي الزمالك أنا مش مستني منهم غير ياخدوا البطولة دي لو ما خدوش البطولة دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا وصدقني مجلس الإدارة على الأقل يجيب خمستاشر لاعب السنة الجاية ويفور الفرقة دي حتى كمان من اللعبة الجديدة في ناس هتمشي لأن اللي بيحصل ده ده صعب صعب نادي الزمالك خد بالك نادي الزمالك بينفس على هبوط انت مشو خد بالك وطلع من الكاسم وقصر كاسم أصر فبالتالي هي البطولة الوحيدة اللي تنقذ نادي الزمالك هي